حينما نتحدث عن العمل الخيري في أوروبا لا يمكن إلا أن نقف مع شخصية شامخة من رموز العمل الخيري في بريطانيا وأوروبا والعالم كلمة ضيف شرف قمة الأعمال الخيرية الأوروبية والمسؤولية المجتمعية لعام 2020 من الميلاد سعادة الدكتور هاني البنة رئيس منظمة بيت الزكاة ورئيس منتدى العمل الإنساني العالمي بالمملكة المتحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بشكركم على حسن ضيافاتكم لي اليوم ونهني الأمة الإسلامية بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدأ حيث الوقت يداهمنا أنا عندي سبع نقاط في المقدمة أتمنى أن الوقت يسمح أن أتحدث عنها أول نقطة فيهم ما هو تعريف العمل الخيري الذي نصبه إلى تحقيقه معنا تعريف العمل الخيري الشراح الأولى ممكن تبعد السورة على ناحية التانية تعريف العمل الخيري هو الواجب والفرد والسنة فيصبح سنة إذا كان المجتمع كافيا مستكفيا مستقرا آمنا ويصبح واجبا إذا كان المجتمع جاهلا ضعيفا مغيبا ويصبح فردا إذا تشتتت المجتمعات وتمزقت أوصال أوطان وسرقت نهبة المقدرات واستحلت الحرمات وانتشرت ظلم ورفع العدل ووضع الرشد يبقى يصبح فرض عين علينا جميعا أن نقوم بالعمل الخيري وهو أيضا حلم وألم وأمل فهو الألم الذي يتحمله القائمون عليه من أجل تحقيق الحلم والأمل وهو الأمل الذي يراه المساكين آتيا لا محالة وإن عدم بهم الصبل وهو الحلم في اليقظة وفي ظلامات الليل البهيم الذي يراود كل متأمل آمل في فرج الله القريب يرفع به عنهم العناء والشقاء والبلاء ده تعريف من التعريفات التي وضعتها من خلال رؤيته للعمل الخيري الصريحة التانية بنتكلم أن العمل الخيري صناعة العمل الخيري هو تعتبر صفة من صفات كل خلق الله سبحانه وتعالى فيبدأ بالفرد ويبدأ بالفعالية ويكون موسمي زي رمضان والأضاحي الآخره ثم يتحول لعمل تقليدي وتنظيمي من خلال الجمعية ثم يصبح عمل احترافي مهني نستطيع أن نحكم عليه من خلال الأداء والالتزام بالمعايير والرسالة والمهمة والأهداف إلى آخره إلى آخره أنا بقول هنا كلمة أن أغلب الجمعيات الموجودة في الشرق صعب أنها بتصل للاحترافية والمهنية لأنها توقف فقط عند العمل التنظيمي اللي هو على مستوى الجمعية نحن نريد بأعمالنا في الشرق نتصل إلى المؤسسية معنى المؤسسية بالنسبة لنا شخصيا أن يمتلك العمل الخيري المجتمع يبقى المجتمع هو صاحب العمل الخيري وليس فرد وليس الجمعية إلى آخره إلى آخره لكي يتحول هذا العمل المؤسسي من مجرد فردي، انفعالي، موسمي، تقليدي إلى صناعة مجتمعية تستطيع أن تدخل في كافة مناحي الحياة المجتمعية التي يعيش فيها كل مكون مجتمعي يعيش معنا داخل المجتمع ده بالنسبة لأن العمل الخيري بالنسبة لي يعتبر صناعة لأنا مش حادر أخش على الشرحة التانية فهننطلق إلى النقطة التالتة اللي هي تاريخ العمل الخيري في أوروبا العمل الخيري في أوروبا، العمل الخيري في أوروبا، الشرحة التالتة متى بدأ العمل الخيري في أوروبا؟ هو بدأ من مئات السنين عن طريق الكنائس كانت الكنائس بتقوم بالدور الكبير ده سواء كان في الوطن الأوروبي أو من خلال الإرساليات اللي كانت بترسلها لأفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية من أجل التنصير ومن أجل نشر الفكر المسيحي في الأمور الخدمية ثم في منتصف القرن التاسع عشر 1863 أسسة ما نسميه اللي هو اللجنة الدولية للصريب الأحمر بعد بعض الحروب التي حدثت في سويسرا وانطلقت من اللجنة الدولية للصريب الأحمر ما نسميه بالاتحاد لمؤسسات السريب والهلال الأحمر اللي هم في 1919 أما عن طريق تأثير وتنظيم العمل الخيري المؤسسي في أوروبا فكان الدول الكبير فيه للشاريتي كوميشن أو اللي هو المفوضية تنصيق العمل وتسجيل العمل الخيري في بريطانيا والتي أسست في عام 1853 يعني معناها أن أوروبا بدأت تؤسس للعمل الخيري منذ أكتر من قرن ونصف من الزمان ثم بعد كده هو انتشرت كل المؤسسات الدولية على مستوى العالم سأكوكس فام أو سيفجا تشيلدين أو كيل انترناشنل أو وورلد فيجن أو سيلفيشن أرمي إلى آخره إلى آخره إلى آخره لتعمل بحيثيتين حيثية وطنية ثم حيثية دولية في العالم الخارجي بعد كده بدأت الدول الكبرى ترى أن العمل الخيري هذا هو قوة ناعمة قوية جدا تستطيع أن تتأثر وتؤثر في المجتمعات التي تعمل فيها فبدأت اللي هي إدارات التنمية الدولية التابعة للحكومات والتي بدأت أنشأها في منتصف القرن العشرين عام 1941 أفضل 1942 وكانت أول دولة من هذه الدولة هي فرنسا ثم تتباعد فيها وبعد كل الدول الأوروبية لكي يصبح لكل دولة أوروبية وأمريكية إدارة التنمية تستطيع من خلالها مساعدة الشعوب لكن في نفس الوقت تحقيق السياسات الدول المانحة في هذه الأماكن في بقية هم نتكلم عن تاريخ العمل الخيري في أوروبا وكيف كانت مسيرة مسيرة لوقتي تعتبر من أكثر من قرن ونصف من الزمان الشريحة الرابعة اللي متكلم عنها لماذا العمل الخيري في أوروبا وأمريكا متقدم عنها في هذه المرحلة ما الذي يعني أوروبا تنهب بالعمل الخير والاجتماعي؟ يعني أوروبا أمنت بالعمل الخيري وأمنت بقوة مؤسسات المجتمع المدني ولماذا نهض العمل الخيري في أوروبا وأمريكا لهذه النقاط؟ أولا مساحة الحرديات التي تعطيها الحكومات للأفراد والمؤسسات ثانيا الأمان للحكومات المتعاقبة بالدور الهام الذي تقوم بين المؤسسات المجتمع الخيري والمجتمع المدني ثالثا استقلال مؤسسات الدولة عن إدارة تنفيذية للدولة أربعة تشجيع وبناء منظومة قوية للتطوع يشترك فيها عشرات الملايين من المواطنين خمسة جعل التطوع والبدل والعطاء جزء أساسي من الثقافة الأوروبية والأمريكية ثالثا سبعة تشجيع القطاع الخاص على عطاء من خلال الإعفاءات الضربية ثالثا تمانية وجود سياسات ومؤسسات رقابية مستقلة تراقب أداء مؤسسات المجتمع المدني والعمل الخيري ثالثا سهولة السفر بين البلدان الأوروبية والمواطنين وسهول السفر المواطنين الأوروبيين إلى الدول الأخرى ثالثا اعطاء المواطن الأوروبي حق المساءلة مساءلة الجمعيات ومساءلة الأجهزة الرقابية أيضا نمرة 11 استشارة الجمعيات لبعضها البعض واستشارة الحكومات للجمعيات حينما تدع السياسات والقوانين نمرة 12 الدعم المادي الحكومي للمؤسسات واستفادة المؤسسات من الدعم الحكومي نمرة 13 المرونة في تنظيم حملات تبرعات وجامع الأموال وتنظيم المؤتمرات بعد التسجيل دون الرجوع للحكومات مرة أخرى نمرة 14 النسبة والتناسب بين عدد الجمعيات وعدد المواطنين فيوجد لكل 300 مواطن جمعية تخدمهم في أوروبا وقد تقل وقد تزيد في بعض الدول نمرة 15 الشفافية في عرض التقارير الدورية المالية والأوروبية نمرة 16 توفير خدمات الاجتماعية لأسئل المواطنين في أوروبا نمرة 17 سورة التواصل بين الجمعيات والمؤسسات وتسهيل نعقاد المؤتمرات والمتديات المعروفة هنا حضرة بعض الأمثلة عشان أنا بكلم في عجالة لأنني طبعا بدأت أكتب هذه المحاضرة مرة تانية منذ أن تستيقظت في صباح هذا اليوم قبل الرابعة صباحا أمثلة عن عام الخير في أوروبا نجد أن مع عدد المؤسسات الخيرية في بريطانيا 166 ألف مؤسسة دخل هذه المؤسسة ومزانيتها قرابة 83 مليار جنيه سترليني وما يعادل أكثر من 100 مليار دولار ده في 2020 عدد المؤسسات في أمريكا مليون ونصف مؤسسة مليون ونصف مؤسسة ودخل هذه المؤسسات يساوي قرابة 427 مليار دولار كيف يدعم العمل الخيري الاقتصاد المحلي والاقتصاد الخارجي نمرة ثلاثة عدد المؤسسات في السويد حوالي 200 ألف دخل هذه المؤسسات 8.7 بليون كورونا يعني حوالي قرابة مليار دولار أمريكا في ألمانيا 600 ألف في إيطاليا 300 ألف في كندا 170 ألف مؤسسة بتوظف شوف بقى حتى بتوظف توظيف 2 مليون موظف يعمل داخل المؤسسات الخيرية في كندا و13 مليون متطوع ويعتبر دخل هذه المؤسسات يساوي 8.1 من الدخل القومي في كندا اللي هو GDP ده دي بعض الأمثلة السريعة اللي أنا بضربها علشان نرى كيف أن الدول الأوروبية والأمريكية تقف تقف وقوفا راسخا بجانب هذه المؤسسات إحنا كمؤسسات عربية وكمؤسسات إسلامية وكمؤسسات شرقية ماذا علينا أن نفعله لكي نواكب لكي نواكب الركب الأوروبي ونستطيع أن نلحق به عندي كذا نقطة أنا كسبتها في صباح هذا اليوم أول حاجة تطبيق المعايير الإنسانية والحكمة الرشيدة وأولها الشفافية والمحاسبية والمرجعية والانفتاح على المجتمع نمر اثنين الإيمان ببناء القدرات البشرية ووضعها كوسيلة نمو المؤسسات نمر اثنين الإيمان بالبحث العلمي ووضعه في استراتيجيات المؤسسة نمر اربعة الإيمان والتواصل والتشبيك وبناء الشركات مهم جدا أن نتواصل مع بعضنا البعض نمر خمسة الإيمان بأن العمل الخيري ومؤسساته ملكا للمجتمع وليس ملكا لفرد أو لجمعية أو لفصيل أو لجماعة أو لحزب أو لمذهب أو لمرجعية نمر اثنين الإيمان بأن الفقير هو صاحب المؤسسة فنحن أجراء لدى الفقراء نمر اثنين الإيمان بدور الشباب والنساء القيادي داخل المؤسسات وداخل المجتمع أيضا وأشراكم في القيادات المؤسسية العليا نمر اثنين الإيمان بالتمكين المجتمعي لمؤسسات الوطنية وتقويتها نمر اثنين الإيمان بأننا لسنا متطرفين ولسنا صداميين ولسنا إرهابيين نمر اثنين الإيمان بأن الإسلاموفوبيا كذبة كبرى يربيها تعطيل مسيراتنا الحضرية في بناء المجتمعات نمر اثنين الإيمان بقيمة الفرد وقامة الفرد الإيمان بالاستثمار في بناء منظومة الأوقاف المدنية الأهلية الإيمان بأن الحريات لاست مطلقة ولها حدود كي لا نسيء بها للآخرين الإمام بأننا نداولا محوريا في بناء مجتمعاتنا وحماية أوطننا الخمستاشر زرع الثقة داخل أفئلة المواطنين ستاشر الإمام بتداول السلطات بين الأجيال والثقافات نمر سبعتاشر الإمام بأن العمل خيري صناعة وليس جمعية أو مشروع أو برنامج نمر تمنتاشر الإمام باستقلالية العمل خيري عن كافة التوجهات الحزبية والسياسية والمصالح الشخصية والنعراض القبلية نمر سعطاشر الإمام بأن جمعياتنا ومؤسساتنا ليسوا الوطن ولكنهم جزءا مهما من التكوين الوطني نمر عشرين الإمام بالانتماء الوطني للفرد والجمعية والانتماء القيمي للجمعية بمسيرة الإنسانية والانتماء التاريخي للجمعية بالإنجازات والإبداعات لمسيرة العمل خيري وأبناءه وإنجازاته في الماضي ده بالنسبة للنقطة اللي هي السادسة ما هو الدور الذي يقوم به العمل خير اللي نحن نحققه في المشرق علشان نشوف نتعلم مما وصل إليه العمل الخيري في أوروبا وأمريكا الشريحة اللي بعد كده آخر الشريحة الدور مهم جدا لذلك الحكمات بتهتم بيه إحنا عايزين الرسالة بتاعتنا اليوم إن إحنا كمؤسسات نقطع الحكومات في المشرق جافة أن تؤمن بهذا الدور كما آمن بيه الحكومات في المغرب العربي في أوروبا وأمريكا أول حاجة تقوم هذه المؤسسات بالترابط والتماسك المجتمعيين الذي يحققهم هما مبدأ التكامل التكامل بين الجمعيات ثم التكافل بين الجمعيات والمواطنين نمتنين المحافظة على قيمة وكرامة الفقراء والمساكين نمتنين الدفاع عن حقوق المستضعفين والضعفاء من المهمشين نمتنين نشر الأمن والسلام والسلم المجتمعي بين المواطنين وبناء حالة الرضا النفسي بقيمة الحياة المجتمعية التي يتكافل في بنائها الجميع نمتنين خمسة مؤسسات المجتمع المدني هي الشريك الثالث والأهم في التكامل المراقب للقطاعين الحكومي والتجاري الخاص فثلاثة هما يحافظون على كينونة الوطن وكينونة الدولة الشريحة اللي بعدها نمتنين خمسة نمتنين خمسة المجتمعية العمل الخيري ومؤسساته ومؤسسات المجتمع المدنيه هو قرن الاستشعار الأول ولذي تنبأ بحدوث الأمراض والفاقات والجوائح المجتمعية قبل حدوثها وتفاقب أمرها لترشد مؤسساته المسؤولين في الدولة للتعامل مع هذه الجوائح بالتعاون مع مؤسستهم نمتنين خمسة فيدرأوا عنها هذه الكوارث والأخطار نمتنين هو المربي للأجيال والمحافظ على القيم والمسطر لتواريخ الشعوب والأمم والمفرز للطاقات والملكات والعطاءات الخلائية والمؤثر للقوانين والسياسات المجتمعية والمكون والباني للقيادات الوطنية نمتنين نمتنين هو همزة الوسط بيننا وبين الآخرين حتى وإن كانوا الآخرين يعتبروننا من أعدائهم وأعدئنهم فيتشارك معهم ونتشارك معهم في المتاح والمباح من القيم والأخلاقات الكريمة نمتنين هو أقوى القوى النعمة زي ما كان يقولنا البروفيسور بيكلم عن قوى النعمة بتاعت العمل الإنساني والعمل الخالي التي تستطيع أن تصل إلى ما لا يستطيع الآخرين الوصول عليه نمتنين هو الممثل لدولنا في المحافظة الدولية والمدافع عن مسيرة مجتمعاتنا المتقلقة في بناء الحضرات وتشهيد النهضات الشريحة اللي بعد كده هو ركن أساسي من أركان بناء الحيوات المختلفة على ظهر معمورة فوصفة لكل مخلوق خلقاه الخالق لتنعم بإبداعاتهم الخلائق في كل خليقة خلقها الخالق المبدع المصور هو هذا وذاك هذا هو العمل الخير نتكلم عنه العمل الخيري مستورة مش مؤتمر مش منظر لا أبدا هو هذا وذاك وأكثر فهل نعيم نحن كعملين في العمل الخيري والمجال المدني ما نتصدى له وهل نرى ما نتصدى له لحقق ما فيه الخير لكافة أبعاد ومدارات العمل الخيري المجتمعية هو ليس سورة وليس كلمة وليس خطبة وليس أنشودة وليس مؤتمر وليس لقاء بل هو كل ذلك وكذلك هو منظومة حياة تؤثر لإيجاد أتر تنظم فيها منظومات دروب الحياة التي جعلها الخالق لنا مستقرا معلوما إلى حين فوق أرض هذه المعمورة وتحت السماء هذه الدنيا الفنية فمن فهم منا العمل الخيري وابناء منظومة المجتمع المدني وأساته فيكون قد فهم بعض الآثار الكونية من فهم حكمة الخالق في بناء أراضي هذا الكوكب الأرضي الدني وهذه الحياة المؤقتة التي نعيشها فوق أراضيه وبين ربوعه هذا هو العمل الخيري الذي يستطيع أن يكون جسلا بين المشرق والمغرب ونستطيع أن تفتخر به الأمم حاليا بإبداعات أبنائها وبنتها وتواريخها وثقافتها وقيمها وعادتها وقيمها وأدينها كذلك لأن العمل الخيري بيمثل هذه الصناعة المجتمعية التي لا يخلو بيت منها التي لا تخلو مجتمع منها وتخلو حياة من الحيوات من أنها تستفيد من هذه الصناعة المجتمعية صناعة العمل الخيري الذي أرسى قواعده الرسل والأنبياء في كل زمان وفي كل مكان شكرا لكم على حسن استماعكم وأنا سعيد جدا من أني معكم اليوم في هذا اللقاء ترجمة نانسي قنقر